معنا دكتور ريم لينونا دكتور أمراض القلب وتصوير القلب في المركز الألف الدولي أهلاً أهلاً جديد دكتور كنا عايزين نعرف إيه اللي تقدم جديد السندي في كارتيو أليكس إيه اللي حاجة قمت تليدي أنا متخصيصة أكتر في التصوير القلب وخصوصاً تصوير شرعين القلب من خلال الأشياء المقطعية اللي قدمته السندي العيوب الخلقية في الشرعين التاجية باستخدام الكارديكسي تي هي تقريباً دلوقتي أحسن مدالتي بتقدر أو أحسن طريق التصوير للشرعين التاجية بالنسبة للعيوب الخلقية فكل سنة بتكتشف أهمبيتها أكتر في تصوير الشرعين إما إيه الأعراض التي يمكن تشير إصابة بالنوبة ألبية؟ نوبة ألبية دي من حاجتين أو يائمة جلطة أو زبحة الأعراض الظاهرة بتاعتهم واجع ألام في الصدر ألام شديدة في الصدر بتسمع في الكتفه خصوصاً ناحية الشمال ساعات بتوصل للرقبة أو للفك السوفلي بيبقى معاها تنميل في نفس الجنب برضو بيبقى معاها عرق زيادة البيتشينت بيحس بالواجع ده في لما يعني لو هي زبحة أو بتبقى أقل خطورة شوية بيبقى الواجع ممكن عشر دقيقة أو يعني أقل كمان لكن لو أكتر من عشرين دقيقة أو سبير أو يعني عميف الواجع فغالباً ما بتبقى جلطة وبتبقى أكتر خطورة طمعاً إيه تأثير الكوليسترول على أمراض القلب والقواعد الماضي؟ الكوليسترولي تأثير كبير جداً الناس عك بتبقى متجهلاء أو مش شايفاء كويس بس هو مشكلتو الأساسي أن كل ما بيكتر في الدم أو الجسم بيتعامل معاها بصورة خاطئة بيترصيبه في الشريين ترصيبه في الشريين ده بيخلي جدار الشوريين أدخن بيخلي جدار الشوريين متصلب أكتر وما بيبقاش بيقدي وظيفته بشكل كافي وقابل للإنسداد بشكل أكتر وبالتالي بسبب جلطات أو زبحات أو إنسداد بشكل أكتر فهذه خطورته كل ما كان الجسم بيتعامل معاها بشكل غلط وده أوقات بيتبقى ورصية أو الشخص بيستهلكه بنسبة كتير في الأكل فبيزيد نسبته في الدم فالحاكتين بيمسؤلوا عمل خطورة ولازم لهم عليك مدة طويلة عشان نقدر نكونترول اللفل بتاعه في الدم شيئ جدا في الدم شكرا هناك